السلام عليكم في كثير من الاحيان وفيها الاحيان نسمع قصص ويعني في الغالب نعتقد انها من الخيال ان كانت قصة جريمة ولا قصة نجاح ولا يعني قصص هالدنيا لكن في الواقع تكون هذه قصص حقيقية وحاصلة مع اشخاص حقيقيين وخصوصا القصص اللي تتعلق بالزوجة الثانية والثالثة ولا الرابعة اكيد نعرف فيها الاحيان كثير من الاشخاص ان ما كانوا من اقاربنا يكونون في نفس المدينة ولا في نفس الحي يكون متزوج ثلاث ولا اربع نسوان لكن الغرابة موه بالزوجتين ولا ثلاث ولا الاربعة اسمعوا هالقصة هذي اللي حصلت في المملكة العربية السعودية عام 2012 رجل من منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية الرجل هذا جسد مثل ما يقولون الحاج متولي السعودي الرجل الحاج متولي بكل ما تعنيه الكلمة لكن الغرابة انه بالزوجات اللي متزوجها الرجل في منتصف الاربعينيات ستة واربعين خمسة واربعين سنة متزوج من اربع نساء المشكلة انه النساء الاربعة هذول واحدة مديرة مدرسة هذي الامرأة الشبيرة والامرأة الثانية معلمة في المدرسة والامرأة الثالثة مشرفة في مدرسة والزوجة الرابعة طالبة ثانوية في نفس المدرسة والاربع زوجات هذنة على عصمة الرجل وطبعا الخبر هذا كان منشور في صحيفة عكاذ السعودية طبعا المفارقة انه جميع زوجات هذنة ينتمن الى القطاع التعليمي وثلاثة منهن اللي هن المديرة والمعلمة وطالبة الثانوية هذولة في نفس المدرسة والمدرسة هذي ما تبعد عن منزل الزوجية شثير يعني مسافة بسيطة وتزامل الزوجات الثلاثة هذن انه جميع العاملات في هالمدرسة تفاجأا في الحالة هذه اللي ربما انها يعني من النادر جدا انه الرجل يجمع بين اربع نساء وكلهم تقريبا في نفس المدرسة المشرفة هذي الزوجة الثالثة في مدرسة اخرى وكذلك هي تشرف على المدرسة اللي فيها الضرائر الثلاث تجي ومعاملتها على حسب المدرسات يعني الموجدات فيها المدرسة هذه يقولا المعاملة من احسن ما يكون وكذلك مديرة المدرسة تتعامل مع ضرتها اللي هي المعلمة وضرتها اللي طالبة في الثانوية هذه تعاملن ابدا وكأنهم صديقات وكأنهم يعني طالبة تعاملها كطالبة والمعلمة تعاملها كمعلمة لا واللي يزيد الطيم بل تطلع عن هذا الضرائر الثلاث المديرة والمعلمة والطالبة في الفسحة اللي هي الفرصة ما بين الحصص الدراسية يطلعني كذرا في ساحة المدرسة والأمور ماشي عال العال وفي مثل هالقصة ما نقدر نقول إلا ولله في خلقه شؤون القصة الأخرى اللي سلمكم كذلك من المملكة العربية السعودية وفي نفس العام عام 2012 أبو تركي رجل من أبناء المملكة العربية السعودية وتحية لأهل السعودية وليهون السامعين أبو تركي الرجل هذا كان في عام 2012 في بداية الخمسينيات 51-52 سنة والرجل كان يخدم في دوريات النجدة أو في شرطة النجدة في المملكة العربية السعودية والرجل أبو تركي رجل يعني حال وحال أبناء القبائل اللي عندهم عادات وعندهم تقاليد والكثير من الأبناء القبائل يتقيدون فيها العادات والتقاليد هذه أنه الرجل بس يخرج من المعاش أو بس أبعفهم بس يطلع على المعاش ويخلص من الوظيفة ويتقاعد يتزوج زوجة ثانية يعني مثل ما تقولون يجدد الشباب الرجل الأبو تركي متزوج من أم تركي قبل حوالي 30 سنة وعنده أبناء وبنات وعايش حياته هو وأبناءه وبناته وزوجته أم تركي مثل السمنع العسل وأم تركي تقول ولا يعني خلال هالثلاثين سنة اللي مرت ولا بحياته كدر صفه حياتها أو صفه هالعيش وأبو تركي في هذه السنة خلص من الوظيفة وطلع على المعاش وقرر أبو تركي أنه يتزوج الزوجة الثانية وأبو تركي الرجال يعني ما يخبي شيء على زوجته أم تركي ويحبها وتحبه وعنده أبناء متزوجين وبنات متزوجات وشيء عازب يعني عائلة متكاملة بكل ما تعنيه الكلمة لما قرر أبو تركي الزواج جهل عنده أم تركي هاي يا أم تركي آه يا أبو تركي شعندك من الإخبار ومن العلوم قالها والله يا أم تركي تعرفين أنت العادات والتقاليد أعني زلمة طلعت على المعاشة الآن وصراحة ودي أتزوج الزوجة الثانية شنو سوت أم تركي أم تركي قالت على الرحب والسعة يا أبو تركي الساعة المباركة يمكن بعض الأشخاص يستغربون من تصرفات مثلا أو تصرف أم تركي واللي سوته أم تركي لكن للحقيقة هذا واقع وحصلت كثير من الأمور أنه زوجة تزوج زوجها وبعض الأزواج يتزوجون لأسباب مثلا ما عندهم أبناء أو الزوجة غير قادرة على الإنجاب أو من الأمور هذه وفي ناس يتزوجون لا يعني كمحبة للنساء وزيادة العائلة وعدد أفرادها العائلة وهذا الأمر يحصل في كثير من العائلات والقبائل والعشائر أو حتى أبناء المدن كذلك يتزوجون واحدة ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع نساء الأجل يكثرون النسل وتلاقي هذا عنده خمسة عشرين ولا ثلاثين ولد والحياة ماشي تكون من أحسن ما يكون المهم أم تركي لما سمعت في خبر أنه أبو تركي وده يتزوج الإمرأة كانت ذكية جدا قالت لك يعني بينها وبين حالها هذا حال نفسها يعني الرجل متزوج متزوج مهما سويت ومهما عملت رح يتزوج فأخليه يتزوج تحت نظر عيني وتحت إشرافي وكذلك أكسب العلاقة الطيبة مع الزوجة الثانية رغم أنه الضرة مرة لو مهما نكلف الأمور إلا أن لما المرأة تشغل عقلها كذلك ممكن تتجنب الكثير من المشاكل المهم قالت لك يعني خلاص خليني أساعد في هالموضوع وقالت أشهر يا أبو تركي وكل شي حضر لعندك أبو تركي الرجل كان معين على واحدة من بنات الناس من هالجماعة مثل ما يقولون أو راح أبو تركي خطب البنت وعلى رأس جاهة أو الناس اللي راحوا أم تركي طبعا مع قسم النساء وأبناء أبو تركي وبنات أبو تركي كلياتهم قال شلف كلهم كانوا حاضرين ولما خطبوا خطب العروس هذه وكتب الكتاب وجهزوا الأمور وحددوا موعد العرس والراجل أبو تركي الله سبحانه وتعالى معطيه خير من عنده ورجل عنده خير وكان يعني ودوا يتزوج الزوجة الثانية هذه في منزل منفصل مو بنفس البيت أو الفلة اللي ساكن فيها ساكن فيها أم تركي اللي حصل أنه أم تركي وبناتها وأولادها هم اللي راحوا اشتروا الأثاث الكامل للمنزل من كنب إلى أدوات المطبخ إلى كل ما يلزم هذا المنزل كل يوم أم تركي رايحة جاية هي وهالبنات وهالنسوان مستغر بأيام تركي معقولة قالت يعني ليش غريبة يعني ما هي غريبة الرجال وده يتزوج وخليني أكسب وده ورضاه ورضاه الزوجة الثانية بلما أسوي مشاكل يعني ما منسويت الفاس واقع بالرأس فليش لا أخلي يعني أجيب مشاكل النفسي وأزعل ويعني بعد هالكبر أجبه حمره مثل ما يقولون يعني بعد هالعمر وأم تركي صارت جد يعني ودها تشتغل عندها نار الغير وكذا خلي الرجال يعني يتهنى في تالي حياته المهم أم تركي كانت على مدار الـ 24 وخلال فترة وجيزة كانت مجهزة أمور هذا المنزل من الأبر إلى أي شيء يخطر على بالك ويوم الزفاف اللي هو يوم الحفل كان أبو تركي حاجز في إحدى الصلاة صلاة الأفراح أو تطلع أم تركي هي وبناتها في وقت مبكر جدا وكانت واقفة هي والبنات على باب الصالة يستقبلا الضيوف والمعازيم وهالنسوان هذه اللي تضحك وهذه اللي مستغربة وهذه يعني معقولة الزوجة هذه الثانية لا وكذلك بناتها يعني واقفة يستقبلا هالنسوان يعني الناس مهم صدقة معقولة لها الدرجة ولكن هذا اللي حصل وتمت الحفلة هذاك اليوم من أحسن ما يكون وأم تركي تفتل على هالمعازيم والزغاريت يعني وبعض النساء اعتقدوا أنه أم تركي في قدة عقلها وأنه يعني هذا الأمر غير طبيعي واسألوا أم تركي قالوا يا أم تركي يعني معقولة لهالدرجة أنت أنت تروحين تخطبين وأنت تروحين تجهزين وتفرشين هذا البيت لأ وفوق كل شيء تستقبلين الناس أو النساء المعزومات على الصالة تبيت النساء وأنت اللي دخلت العروس وأنت اللي طلعتها قالت أبدا ما عندي مشكلة وين المشكلة إذا الرجل هذا أبو تركي عشت أنا وياه أكثر من ثلاثين سنة على الحلوة والمرة والرجل ما قصر معاي فيها الحياة بأي شيء أي شيء كنت أطلبه وعلى قد المقدرة الرجل ما كان يقصر ولا بحياته قال لي يعني ازعجني بكلمة ولا قال لي يا مائلة اعتدلي فهذا يعني هذا أم تركي تقول إنه هذا الشيء اللي سويته كنوع من رد جميل للرجل هذا اللي عشت أنا وياه السنوات الطويلة هذه وتقول أم تركي من واجبي إني أهيئ لأبو تركي البيئة اللي تحقق له السعادة وقالت يعني أكيد راح يستغرب الكثير ومثل ما أنت ومستغربين هالخطوة إلا إني قدم أحب أبو تركي ومحب تهاية تشبيرلو تدفعني لإني أقدم على كل ما يوفر الحياة الكريم الأبو تركي والأجل ما يتكدر خاطره ويزعل وصراحة رد أم تركي وجواب أم تركي كان صادم لكثير من النساء وحبيت أروي هالقصة هذول الطريفات صراحة والهي من العجائب وخصوصا الرجل هذا اللي يعني متزوج أربع معلمات ومديرة وكذا لطرافة القصص والمواضيع اللي حاصلة وكنت أبحث ويعني مو من باب تشجيع للأزواج على التزوج بثانية وثالثة ورابعة اللي عنده مرأة ومهنيته وما تسبب له مشاكل ألبد على رشاتك وبلالك الثانية والثالثة والرابعة لأن السالفة ترى ما هي هينة والسوالف أو صفة السوالف هين لكن لما يصير قولاتهم أجد هذه الساعة تقعد تندم وتنتف شعر راسك في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم واللي عنده أي قصة حاب أني أرويها رقم الواتساب موجود في وصف الفيديو وكذلك في التعليق المثبت لا تتردد أبدا بالتواصل دمتم في رعاية الله وحفظه